سلام لماذا لا تتكلمون على الإيجابيات في الجزائر هل المعارضة تستوجب الكلام إلا على السلبيات أعطيني إيجابيات وأنا نتكلم عليها درك إلا كانت الأكاذيب اللي مروها في القنوات تعتبر إيجابيات عندك فأنا نعرف أنها أكاذيب لو كانت نتكلم عليها نولي نخدع فيك ونخدع في الناس هل عندما يقول لك أن الجزائر مع موقف مع فلسطين في الأمم المتحدة إلى آخره هل تعتقد بلي هذا صحيح فالظاهر صحيح فالمضمون مش صحيح لماذا لأن نظام الجزائري مش مع غزة نظام جزائري مع عباس عباس شكون هو هو ما يقول لكش بلي عباس هذا ميليشيات تخدم لإسرائيل يسموه السلطة الفلسطينية مش سلطة فلسطينية هو ميليشيات في خدمة إسرائيل هل تريدني أنا أخرج ونقول أن الموقف الجزائري رائع أنا خرجت وقلت أن موقفهم في موضوع وقت إطلاق النار كان جيدا قلتها هذه لكن في قضية فلسطين ككل مش صحيح أنا دبلوماسي ونعرف شاني نقول إضافة إلى أني عندي 30 سنة في المعركة معركة النضال الآن تقترب من 30 سنة لكن أنا دبلوماسي أعرف حقائق من الداخل شفتها من الداخل وتعاملت مع المسؤولين هذا عطاف كانوا موظفين كانوا موظف وزارة الخارجية صحيح كانوا في مسؤوليات أعلى لأنهم أكبر مني سنا أنا عمري أقل من 61 سنة عطاف عمر 75 سنة أو 74 سنة ففي فرق أو يحيا أو اللي كانوا لكن كنا كنا زملاء ونطلقوا في الاجتماعات ونتكلموا ونحضروا ونحضروا مؤتمرات أنا عارف هذا العقلي عطاف وأمثاله وهذا كنا نسموه نحن نعود إلى المدرسة الوطن الإدارة كنا نسموه لا كوست لا كوست هذا كان حاكم استعماري كان حاكم الجزائر في الخمسينات وكان عنده طريقة تاختراق الثورة وإلى آخر هذا عقليتهم عقلية استعمارية مسألة Contra, ذلك أسماء وجههم مسألة Aquis, عقليتهم خطائهم أبدا لغتهم هذا هو about, تعلمون العربية بعد بعضهم تعلمون انجليزية لكن كل شيء يبداء في فرنسا ينتهي في فرنسا فنا عارف هم هؤلاء هو هؤلاء في وزارة الخارجية هؤلاء هذ걸 يديران ante استثناءات مختلفة لكن هؤلاء 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 يديران وزارة الخارجية والسياسة الخارجية فأنت أقول لي أنه دعم عباس شيء إيجابي نقول لك لا بل بالعكس نفضل أنه لا يتمد حتى سنتيم من عباس لأن عباس سيقهم يقهر ويقمع الفلسطينيين سيقوم حركي تخيل أنت لو كان الناس كانوا مثلا المغاربة أو التوانسا أو المصريين أو الليبيين أو هذو كلهم عاونونا في ثورتنا كانوا يعاونو الحركة التي كانوا مع فرنسا وهو كارثة هذه هذه كارثة هذه أعطني إيجابيات أخرى بناء المساكن رأينا عشر مساحة رأي الناس ساكنة كي السردين حتى هذه الشوقق اللي رأي مرات يقول لك وزعناها ونفترض أن نوزعوها بحق تلقى العمارة فيها عشر طوابق ولا ثمان طوابق ما فيهاش لاسانسير ولي ديرهم لاسانسير بسرعة طيحل واللي رأي الفوق ما يوصلنوش الماء وما هو مش داري اللي يظلمون كما يجب ما بين الطوابق فاللي يتكلم الفوق يسمعوه لتحته واللي يسمعوه لتحته واللي يسمعوه لتحته ويداوسوا الجيران وتلقى ستة سبعة ثمانية في غرفتين وصالون وتلقى مرة ثلاثة ربعة خاوة كورة وناف يباتوا في غرفة واحدة وهذا في اللي هذا ليش إيجابيات هذا تبذير مال كيفاه الناس في بشار وفي الغواط وفي ورق ليسكنو في الباطمون والصحراء ممتدة مساحة الجزائر هي سبع مرات مساحة بريطانيا يا جماعة تقريب ثمان مرات تقريبا ثماني مرات مساحة بريطانيا العظمى وحوالي أربع مرات مساحة فرنسا وحوالي ثلاثة عشرين مرة مساحة كوريا الجنوبية وهل هذا؟ ويجيب لك هل الجزائر يتمتسك؟ كذب كل الدول الغربية تمتسكنات أكثريت الدول حتى الدول العربية تمتسكنات الصين تمتسكنات روسيا تمتسكنات أمريكا تمتسكنات طيب مين جبتوهم؟ بريطانيا تمتسكنات هي ضرائب على الشركات وتفرض على المرقي يبني ربعين شقة يقول له عشرة هذه السوسيال ولا خمستاش باش نعطوك الموافقة احنا مين؟ الأرض رض ربي والمال مال البترول زيد أعطيني وشنو هي الإيجابية أعطيني الإيجابية هل قائد الجيش عمره قريب 80 سنة؟ منهار صحيا يمشي غير بالضباش هل هذا مليح نشكروه؟ بينما يطرد ضباط عندهم رتب وكالي عندهم دكتورة وكالي عندهم ماجستير عمره 55 60 سنة يطردوه اللي أمره في الخمسينات نطردوه اللي أمره في السبعينات نزيدوله الألقاب ونزيدوله الأمر هذا حبث بالجيش نروح سخصي قدماء الجيش كيفاش تعاملوا معهم وكيفاش رماوهم ولعلك ركشفت وأعطيني أي مجال آخر أي مجال آخر وسأمدحهم لأنه من حقي من حقهم علي الإنصاف وأنا إنسان منصف قد مِنسى